ده أستاذي اللي علمني شغلانة مين اللي تقولوله أو أول شخص تقوله عليه أستاذي اللي علمني الشغلانة دي اللي ده ساعدني في الكريه ده مش صاحب الفضل علي اللي علمني أنا بالنسبالي الأستاذ شهادي سرور ده ممثل ومخرج موهوج جدا ومدير مسرح الطليعة هو ده اللي كان بيخرجلي أيام الجامعة ده اللي علمني وعرفني يعني إيه أقف على خشبة المقصر وكان بيوجهكم شهادي سرور كل حاجة هيد مستاذي اللي علمني لأ ما حدش معين ناس كتير أو يعني مين إبداكي كده أو الخير شرارة اللي هو إيه تعليمات أو أو وجهك فأنتي بقيت تستخدمي الحاجات دي واستفدتي أو لحظتي ففرق معاكي في أدائك وقفتك قدام الكاميرا أنا اشتغلت في العميل أ reps و 1 مع أستاذة CHEREA-حمد وأستاذة Bleiε جداوي الله وأستاذ عبد الرحمن أبو ظهرة الله فالناس دي علمتني حاجات كثير أوي آه ده س في البدايات في العميل أ iPhone مثلثة العميل ألف و 1 تعلمت هناك حاجات كثير أوج أوي أوج إما بتقفت مسيجي قدام خيريا أحمد içinde والدتك وأستاذة عبد الرحمن أبو ظهرة عظم لازم تعلمي كل حاجة أساساً خلين عادل مخرجة طبعاً 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 بس عشان هم دول اللي كنت هم دول اللي كنتك تلق آه بمثل قدامهم طول الوقت فتعلمت منهم كتير صحيح وإنت يا شري؟ أنا أنا ثلاثة حقيقي وما تقعدوش بقى تقولوا لي آه عشان يجوز وكتش عارفة أن هتجوزه صراحة يعني هم ثلاثة خيلة صلاح ألبرت شفيق طبعاً أستاذنا الكبير وأستاذ جمال الشاعر الله يمثي بالخير ثلاثة دول تديت معاهم وعلموني شغلانة يعني تعلمت الحكاية وتعلمت الوقفة قدام الكاميرا وتعلمت النفس وتعلمت مخرجة وتعلمت كل حاجة حياة منهم كل واحد فيهم ليه فضل فضل علي وهو اللي علمني اللي علمني كمان حاجات كتير بس هو ربنا يعني افتكروا أستاذ محمد عبدالهادي اللي كان عامل مرش التمثيل الله طبعاً أستاذ محمد عبدالهادي علمني كل حاجة عن التمثيل قبل ما أعرفها يعني مش كل حاجة طبعاً بس الثاني فعلاً الخيط حقيقي الراجل ده كان يقدر كده ده كان أول حد يا هدي يفتح ورش التمثيل يفتح ورش التمثيل أستاذ محمد عبدالهادي خاصة وقد إيه تلع من تحت إيده ناس كتير وقد إيه كان عنده أمانة وكنا بناخد الورشة 8 شهر سنة دراسية وما فيهاش هزار صح الراجل ده بجد ربنا يرحمه بدأيله كل يوم إزاي توقف قدام الكاميرا وإزاي تحسي تقريباً ده الواحد بفقر ياخد برش التمثيل تساعدوني ولا هيتعمل وين هتمثلي أطبوين مشكلة وميشاني موافقة ولي ربع في كلامه لا لا مش همثل طبعاً بس يعني قصد يقول مود مختلف إنه تجربة جديدة تأخذ حاجات تانية مع التمثيل تأخذي ميديتاشن وتأخذي حاجات كثيرة لديها علاقة بجواكي بجواكي أه تجربها بردو في سنة جديدة أنا ده لإن أنا يهما عملت فرق مصر حدوين طب يالله ساعدوني عنهية خلول الله